مره كان شاب لسه متزوج وفي اول زيارة لوالده بعد الجواز دخل وسلم عليه وبعد ما قاعد ووالده طلب منه طلب غريب طلب منه ورقة وقلم وأستيك وفردها ليه قال له ليه بتطلب مني الحاجات دي فقال له بس هتا الشاب ده فعلا جاب القلم والورقة بس ما لقاش المحاقة والاستيك فوالده قال له انزل واشتري واحدة وتعالي شاب مستغرب جدا يعني انا هنزل عشان اشتري الاستيك بس يعني ليه المهم نزل السوق واشتري الاستيك فعلا ورجع قاعد جنب والده فوالده قال له اكتب قال له ايوه اكتب ايه قال له اكتب اللي انت عايزه الشاب فعلا ده كتب كتب جملة فوالده قال له يلا امسح فالشاب فعلا ما صح فقال له يلا اكتب قال له يا ربي اكتب ليه تاني طب قول لي انت عايز ايه قال له بس اكتب فكتب قال له يلا امسح امسح فقال له ها ايه المطلوب بقى تاني قال له اكتب فقال له بالله عليك تقول لي بتعمل معي كده ليه او عايز تقول لي ايه فقال له بس اكتب كتب بعد ما كتب قال له امسح فمسح وفي اللحظة دي شاب كان مستغرب جدا جدا واشفاهم والده خلاه يعمل كل ده ليه في اللحظة دي القاب ببصل ابنه وطبطب كده على كتفه قال له اللي انت عملته ده لازم تعمله حياتك الزوجين الجواز بيحتاج دايما لأدوات الجواز دايما محتاج زي ممحات او استيكا ان ما كنت الشي اللي معاك الادوات اللي تقدر تمسح بيها المواقف اللي مش هتعجبك في زوجتك تقدر تمسح بيها المواقف اللي مش هتعجبك من زوجتك وزوجتك كمان إن ما كانش معاها ممحاة أو أستيكة تمسح بيها المواقف اللي مش هتعجبها فيك أو منك صفحة الجواز هتتملى سواد بعد أيام قليلة وهتتحول الحياة الجميلة اللي كان نفسك فيها لنكد ومشاكل لدرجة إنك ممكن توصل في مرحلة لمفترك طرق إما إنك تكمل حياة أشبه بالسجن أو العذاب بالنسبة لك أو إنك تنفصل وفي الحالتين بالنسبة لك ألم ووجع لكن الأفضل إنك أول بأول تمسح المشاكل ما تسيبش عندك الترقمات عشان الملف ما يتملاش سواد السؤال بقى دلوقتي لكل المتزوجين حديثة أو اللي عايزين يتجوزوا هل أنت لديك الممحاة لكي تزيل بعض المواقف السيئة في حياتك الزوجية؟ اشتركوا في القناة